حضر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة من أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح الفلسطينية محملا الإدارة الأمريكية لمسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية القطيرة وقال أبوردينة إن الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني كما أكد أبوردينة أن الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لوقف المجزرة الإسرائيلية في فرافح الفلسطينية